اهلا بكم معكم امير الخطيب هذا حوار جديد من حوارات الساعة عبر شاشة تلفزيون فلسطين وقناة مساوى الفضائية لم يتراجع عنوان كفاءة الجيش عن تصدر المشهد والصفحات الإسرائيلية الرئيسة طيلة أسبوع مضى فارتدادات الأزمة المتعظمة أزحت ستارا حاول نيتنياهو جاهدا وضعه لإخفاء تأثر المؤسسة العسكرية جراء التعديلات القضائية ووصل الأمر حد ترجيح إقامة لجنة تحقيق في هذا الشأن من جانب ومن جانب آخر لم يخفي تلاف نيتنياهو خشيته من انصيع أجهزة الأمن للمحكمة الإسرائيلية العليا وهنا تقع الواقع أزمة أو فراغ دستوري وفي هذا الحوار معي الأستاذ ذي جاكي خوريا الصحافي فيها آرتس ومدير الأخبار في إذاعة الشمس والمختص في أشأن الإسرائيلي الأستاذ أمير مخول الباحث والكاتب المختص في الشؤون السياسية الإسرائيلية أهلا بكما وأبدأ معك أستاذ أمير مخول من قراءة عامة لهذا المشهد صراع وصدام يبدو واضحا بين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والقادة الأمنيين من جانب ومن جانب آخر الحكومة الإسرائيلية وعلى رأس رئيس الحكومة بن يمين تنياهو هذا الصراع عمليا لم يصل نقطة النهاية بعد فهو فقط يتدحرج ويتعمق وتتسعله وهناك بعدين في واحد حركة الاحتجاج نفسها وداخل الجيش والتي بلغت ليس فقط جنود الاحتياط وإنما جنود الجيش النظامي وبدأت تؤثر على المعنويا على اللحمة على الغدع وعلى الجهوزية في بعض المواقع العسكرية أو المناح العسكرية في المقابل هناك منحة واضح في السبع الأخيرة وفي الأسبوع الأخيرة بشكل خاص وهو مسعى من قبل نتنياهو ومن قبل الجوقة التي من حوله في النيل من قيادة الجيش بشكل خاص من قيادة الأركيان ومن قيادة سلاح الجو من قيادة مأسف الأمنية بشكل عام من قيادة الشباك في قبل فترة وهذا تحول مهم لأنه هذا يشير إلى أنه هناك كما يبدو مسعى إلى تطويع الجيش كما يظنون أنه نجح في تطويع الشرطة لحد الآن وهو نموذج باتت شرطة نموذج من كيف ممكن تطويع الجيش وهذا عمليا نوع من بداية الصراع نحو المجهول الذي سنصل إليه حين تقذر المحكمة العليا ما تقذر في شأن قانون المعقولية نعم سيد جاكي خوري في حال مررنا على العنوين الرئيسة المتعلقة بهذا الصراع يبرز عنوان يتعلق بمسألة السرية مداولات سرية جلسات سرية تتعلق بكفاءة الجيش وجهوزية الجيش الإسرائيلي لأي عملية عسكرية حتى الجهوزية في الأوضاع العادية والأوضاع الطارئة كذلك الأمر هل الخوف ربما هو من الداخل الإسرائيلي أو من صورة إسرائيل الأمنية في الخارج؟ أعتقد أن الصورة الحقيقية أمير هي بين هذا وذاك وهناك أيضا لعبة إعلامية كبيرة نتحدث بالأساس عن أمور سرية ولكن بعد ذلك مباشرة إلى الساعة الثامنة مساء تبدأ تقرأ بالاقتباس بالكامل وبالحرف عمليا ما صدر للمحللين والمراسلين العسكريين تحديدا لكي يعطوا زخم لهذا الملف أنا أولا لا أذهب إلى موضوع المبالغة أننا أمام مشهد غير مسبوق في هذا الصدام بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية هناك فرق حصل وسأصل إلى سعصل لهذه النقطة ولكن أذكرك وأذكر المشاهدين حتى لا تكون الذاكرة قصيرة عندما أغتيل إسحاق رابين كرئيس وزراء في إسرائيل كان هناك نوع من الصدام حول مسألة الانسحاب من الأراضي الفلسطينية عندما كان رئيل شارون رهن التهديد المباشر والمظاهرات كان نوع من الصدام أيضا حتى مع المؤسسة الأمنية وفي حين يتحدث عن عدم الانصياع للأوامر العسكري للانسحاب من قطاع غزة وطبعا لا أريد أن نعود إلى الوراء كثيرا حول ما حصل في حرب 67 وما حصل في عام 73 وهي محطات لا بد من التوقف عندها الفارق الأساسي أن في تلك الأزمات كان القاسم المشترك هو العربي الفلسطيني المواجهة الإقليمية الآن نتحدث عن قضية داخلية ولكن يجب أن ننتبه بأن كل موضوع يرتبط بالأمن والعمليات العسكرية المباشرة لا أعتقد أن هناك تغيير جوهري حتى الآن هناك قصف في سوريا وهذا برز خلال الفترة الأخيرة وبواتيرة عالية هناك عمليات يومية في الضفة الغربية هناك تهديدات مباشرة لما يحدث في قطاع غزة هناك الموضوع الإيراني الموجود على المحاك والاتصالات الجارية مع الأمريكيين ومع الجهات أخرى هناك الملف السعودي لا نستطيع أن نتجاهل كل هذه الأمور أن نعطي صورة وكأن إسرائيل الآن في أزمة أمنية عسكرية استراتيجية أنا أعتقد أنه في هذا نوع من المبالغة نعم هناك أزمة وتدايات هذه الأزمة قد تكون في مرحلة لاحقة هي ليست في البعد العمليات العسكري المباشر وأنا سمعتها من عدة أطراف إذا حصل الآن أي سيناريو طارئ في البعد الأمني والعسكري كل من يتحدث من الطيارين المقاتلين والمرشدين والمسؤولين ستجدهم في قواعدهم العسكرية في مواقعهم العسكرية إذا كانت أمامية وإذا كانت خلفية ما يحدث الآن هو وضع الجيش في الواجهة لسبب بسيط وهذه استراتيجية واضحة أنه إذا ذهبوا إلى موضوع مثلا الاحتلال إذا ذهبوا إلى موضوع المسواة إذا ذهبوا إلى مواضيع قد لا تكون في صلب الإجماع الصهيوني فعندها سيقولون لهذه الحركة حركة الاحتجاج أنتم من اليسار وهذه أصبحت وصمة عار بالرؤية بالنسبة لليمين وبالنسبة لكثيرين من شرائح المجتمع الإسرائيلي صدروا إلى الواجهة البعد الأمني أنا لا أقول أنه لا توجد أزمة لكن أعتقد نحن نعرف القليل عن ما يحدث وراء الكواليس وهناك كل طرف يستخدم هذا الموضوع لمصلحته في البعد السياسي وخاصة أن الحديث الآن بالأساس ليس موجه لنا ليس لك ليس لأمير وليس لي لا المجتمع العربي ولا المجتمع الفلسطيني ولا العالم العربي قد يكون بالأساس إلى الولايات المتحدة وهذا يفسر لقاءات نتنياهو المتكررة مع الإعلام الأمريكي موجه للاقتصاد العالمي ولكن موجه أيضا للقواعد الانتخابية لكل حزب ولكل ائتلاف بطبيعة الحال لكن إذا ما أخذت النقطة المتعلقة بأن الأزمة قد لا تؤثر على العمليات الإسرائيلية الآنية هناك تصريح واضح لرئيس هيئة الأركان أستاذ أمير يقول فيه أن التحدي الأكبر هو الإصلاح القضائي أو التعديلات القضائية وخطة إضعاف القضاء والتحدي الثاني هو التحديات الإقليمية وذكر إيران حينها طيب هل يناور هل يستخدم ربما التعديلات القضائية لخدمة مصالح سياسية معينة كما تحدث جاكي خوري لا قيادة الأركان لا تناور سياسيا بأعتقاد لأنه بطبيعة الحال هي دورة محدود صلاحيات محدودة وإمكانيات محدودة سياسيا قد تكون برزت كثيرا في الأول الأخيرة بسبب ضعف الوزير المشرف على الجيش يعني الوزير قلانت ليس من الوزراء الأقوياء في الحكومة ليس لديه تلك الهيبة ولا تلك السطوة على رئيس الوزراء مع أنه يستطيع عادة الوزير الأمن أن يكون الوزير الأقوى بين كل الوزراء لكن الوزير قلانت هو الجانب الضعيف الذي يتعامل معه الليكوت كأنه دخيل إلى حد معين وهذا يجعل الجيش في المواجهة المباشرة لا يوجد هناك درع الذي كان عادة أن يكون وزير الأمن على شكلة حتى جانس حتى رابين حتى شارون في الماضي لكن قلانت لا يقوم بهذا الدورة ليس في هذا الوزن أصلا في هذه الحكومة وهذا جانب واحد لكن الصراع في الجيش هو صراع حقيقي يتحدث عن عدة مستويات تحدثنا عن الأمن القوم الإسرائيلي من مركباته التي تشمل اللحمة تشمل الردعة تشمل الجهوزية وما إلى ذلك وهي قضايا جوهرية ومعنوية كثير مهمة في الجيش وهذا يعني الأول مرة الجيش يعني في الأمثلة ذكرها الأخ يا جاكي أول مرة لا توجد لحم في داخل الجيش كما كانت من قبل وهذا جديد لكن هناك تحولات أخرى يعني في داخل الجيش أنه أصبح في مهب الريق الإسرائيلية في مهب الصراع السياسي وهو عرضة للإضعاف يعني نتنيا ما كان معني في هذا رئيس المكان الحالي كان معني بزمير اللي كان زمير متوافق معه في الموضوع الإيراني بالأساس وزمير متخصص بالموضوع الإيراني في حينه كان وكان معني فيه أنه يمثل سياسه في داخل الجيش لكن لم يحصل على ذلك وكما يبدو هناك مسعى إلى دفع هذا رئيس الأركان الحالي إلى الاستقالة أو التنحي وما إلى ذلك هذا ممكن يحدث طبعا لكن المؤسس الأمنية أصبحت في مهب الغيح الإسرائيلي في داخل الأزمة طبعا الدولة تستطيع أن تعيش الأزمات الدول تعيش أزمات هناك دول تعيش أزمات مدى سنوات طويلة وعشرات سنين لكن إسرائيل ليست في هذه المرحلة بعد أزمة عاصفة لم تصل نقطة النهاية سوف تتعمق وسوف تؤثر على كل لحمة المجتمع الإسرائيلي هناك حركة هجرة كبيرة كما يبدو لا يتحدثون عنها لكن بدأت الأخبار تنتشر عنها هناك دور هائل لوزراء مثل سموترش وغيره في داخل وزارة الأمن أكثر من وزير الأمن وأكثر من الجيش أصبح في حيرم أو في أزمة مرجعيات في هذا المستوى في موضوع البؤر السيطانيومي إلى ذلك والجيش أصبح اليوم حلقة عمليا استضعفت قيادتها المركزية كما يبدو هناك مسعى لتغيير نوية الجيش بشكل يخدم السياسة الحاكمة سنسهب في باقي الارتدادات بالتحديد التي كانت بارزة هذا الأسبوع وكان الحديث عنها بشكل كبير في وسائل الإعلام الإسرائيلية لكن بما أنه تحدثنا عن القادة الأمنيين والعسكريين هنا أسأل عن تصريح لافت جدا سيد جاكي خوري وهو أن قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية يدرسون التحدث بشكل مباشر للجمهور ماذا يعني أمر من هذا النوع؟ حتى لا أعطي الصورة أن أقلل من حجم الأزمة هناك أزمة وأزمة حقيقية ولكن يجب أن نلتفت إلى مفاتيح هذه الأزمة أولا ما ذكره الأستاذ أمير صحيح هناك دائما المؤسسة الأمنية العسكرية في إيسا وتحديدا الجيش كان كما يسمى فرن الصهر لأي خلافات أنت تعلم أن نتحدث عن مهاجرين من كل أقطار العالم وبالتالي تأتي المؤسسة العسكرية لتكون الجسر بين كل هذه الأطراف فلا يوجد تمييز بمعنى هناك نوع من المس بهذا الجسم الذي كان عادة يغيب الخلافات بين الشرقي والغربي أشكنازي والأسفردي وهذا بارز ثانيا دائما قالوا بأن الجيش لا توجد فيه طبقات وكل واحد وإمكانياته وهنا بدأت تبرز الأمور ولكن يجب أيضا أن نتعاطم مع قضية مهمة أمير نحن لا نصل إليها عندما ننظر اليوم إلى من يقود المؤسسة الأمنية العسكرية وكأن هذه وليدة فقط الأشهر الأخيرة تابعوا ما الذي حصل خلال عشر سنوات أمير أو إذا عدنا عندما نتحدث عن شريحة الطيارين مثلا دائما كانوا من ما يعرف الكيبوتسات الكيبوتسيم القرى الزراعية وكانوا أيضا من بعض الأماكن المحسوبة على الطيار قليلا الليبرالي الأبيض الأشكناز بعد ذلك بدأت تتغلغل وحدات تابعة مثلا أو مجموعات تأتي من المعاهد الدينية ونرى الضباط الكبار مع الكيبا الغطاء على رأسهم وعندما يصل سموتريتش الآن ويقول أنا في وزارة الأمن هو ليس بفراغ هو يعرف جيدا أنه داخل المؤسسة الأمنية العسكرية هناك شريحة كبيرة ممن يؤيده ممن جاءوا من نفس القرية الأيدولوجية وبالتالي لا يستطيع الآن لا غالنت ولا غانت ولا لبيد أن يعيشوا حالة اندهاش هناك مرحلة بدأت منذ تقريبا عشرين عام في المؤسسة الأمنية العسكرية وفي كل المؤسسات راقب من كان رئيس جهاز الأمن العام ورئيس حتى هيرتسي هاليفي أعتقد هو مستوطن من كان روني الشيخ من أين جاء من كريات أربع وبالتالي كل هذا الموضوع أنه الآن اليمين هذا الكلام غير صحيح ولكن هؤلاء الضباط يعرفون جيدا أن المحكمة العليا الجهاز القضائي هو أيضا درع لهم حتى لا يواجه في المستقبل المحكمة الجانيات الدولية لا أحد يتحدث بالمفهوم الديمقراطي الذي نفكر فيه نحن هذه مهمة يعني يجب أن نفهمها النقاش الآن ليس من أجل مصلحتنا كعرب وفلسطيني النقاش هو كيف نحافظ على يهودية الدولة أولا وديمقراطيتها بالمفهوم الإسرائي لبعد ذلك تدخل بعض الاعتبارات وهذا مهم جدا حتى لا نرفع سقف التوقعات إلى أين يمكن أن تصل الأمور ولكن هذا أمير بحاجة إلى استراتيجية ماذا نريد نحن كعرب ماذا يريد المعسكر الديمقراطي في إسرائيل ماذا يريد المعسكر الليبرالي هل سيجرؤ على تحول في توجهه وفي تعامله في مرحلة لاحقة أعتقد أن هذا السؤال سيأتي في مرحلة ربما متأخرة أكثر وفي الأثناء بن يمين نتنياهو يحاول وبحسب العديد من المراقبين الإسرائيليين تحميل الأجهزة الأمنية والقادة الأمنيين المسؤولية عن الكثير ربما من الإخفقات وهذا الانخفاض في كفاءة الجيش بشكل أو بآخر لكن جزئية أخرى تتعلق في مسألة الجيش وتنفيذ الأوامر ربما ميدانيا وعلى أرض الواقع تخوفات واضحة في أوساط حزب الليكود اليميني الحاكم تقول أنه هناك قلق من أن يحتكم الجيش الإسرائيلي للمحكمة الإسرائيلية العليا وهي صورة واضحة من أزمة دستورية من فراغ دستوري هل إسرائيل قريبة من ذلك؟ يعني لا يوجد جزم في هذا الموضوع طبعا أعتقد أن الليكود اليوم أكثر قلقا من مواقف الحردية من الأحزاب الحردية منه من الجيش نعم بمفهوم أن الجيش في نهاية المطاف سوف ينصاع إلى منظومة معينة إما الحاكم وإما القانون والحكم في حال طبعا صراع بين المرجايتين كما يبدو أنه أخذ الشرطة كنموذج يعني لفحص هذا الموضوع أو ما يسمى بايلوت بمفهوم أنه تجريبي هل عمليا الشرطة هناك في خلاف في المرشح لقيادة الشرطة لا يجيب على السؤال إذا كان سينصاع إلى الوزير أم إلى القانون بينما القائد العام يجيب على ذلك أنه ينهي عمله أيضا في هذا المفهوم فهناك جرى تطويع الشرطة نوعا ما كما يبدو أنه الدولة تستطيع أن تطوع الجيش في نهاية المطاف لكن الخوف الحقيقي هو من مسألته مسألة تتحدث عن الأخ جاكي في موضوع محكمة الجينيات الدولية كل يريد أن يرمي الطابة في ملعب الآخر نتنياهو يريد أن يرميها في ملعب الجيش الجيش يرميها في ملعب نتنياهو يحمله كامل المسؤولية حين يطلعه على أوضاع الجيش في يحمله كامل المسؤولية في المقابل هناك احتمالية في حالة إخفاق أمني أو في عدم إخفاق في حالة تعزز الأزمة وتطورها أن تكون هناك لجنة تحقيق وعندها ستكون أيضا هذه المعطيات أساسية في لجنة تحقيق وهذه فتحت إلى حد معين اللقدة الإسرائيلية من سنة 1973 فيما يخص الاستخبارات العسكرية هل أوصل الوائد الجيش أوصل التقييمات أو لم يوصلها لكن الآن الأزمة أكبر لأنه داخلية إسرائيلية تماما في مفهوم الصراع بين المرجعيات باعتقادي الأمور مفتوحة لحد الآن قرار المحكمة العليا قد يكون حاسمة لأن تتحدثون عن تأجيل حتى جلسة المحكمة العليا وهذا احتمالي واردي وقد تنجح الحكومة الحكومة لحد الآن ليست مهزومة في هذا الموضوع لإتلاف الحاكم لكن قد يتفجر أن الإتلاف الحاكم بسبب شيء آخر وهو موقف الحريديين من قانون الجندية وقانون الامتيازات لطلاب التوراة وهذا يدفعني لأن أسأل الأستاذ جاكي خوري بشأن الحريديين في إسرائيل الحريديين يرفضون تقديم أي تنازل في كل مسألة قانون إعفاءهم من أداء الخدمة العسكرية بشكل أو بآخر هذا الموضوع هذا القانون أسقط العديد من الحكومات أو عدة حكومات إسرائيلية سابقا لكن السؤال الأبرز هنا وفي هذه المرحلة بالتحديد وفي طور الحديث عن قانون التجنيد في إسرائيل هل من الممكن اليوم الحريديين أن يواصلوا بعدم تقديم التنازلات وبالتالي خسارة هذه الفرصة التاريخية أن يبقوا أن يواصلوا في الحكم يعني هذه جزئية مهمة أمير أولا بالنسبة للحريديين وخاصة إذا ذهبنا إلى شخصين أريا درعي وغافني نتحدث عن ثعلبين سياسيين مخضرمين جدا وهما يفهمان أن هذه الفرصة الآن أن يكون فيها كذا حكومة ويؤثران هناك بشكل كبير وأيضا تحصيل الميزانيات هذا لن يتكرر لربما لسنوات طويلة جدا وبالتالي التهديد والتلويح بإسقاط الحكومة أعتقد هذا الكلام فارغ لأنهم يعرفون جيدا وبحسب استطلاعاتهم في حال ذهبنا إلى انتخابات لن يكون في الحكم وسنعود إلى المربع الذي كان في الحكومة السابقة أو على الأقل هناك تعادل على الأقل ولكن أعتقد في حساباتهم يعرفون هذا جيد هذه أفضل حكومة بالنسبة لليهود المتزمتين وأيضا الحردين وأيضا التأثير على القرار وأيضا على ما يحدث في الكنيسة جزئية مهمة أمير نقول بالعالم العربي في بعض الأحيان يحاربون بالقتل والقمع والاعتقال بالنسبة للمتزمتين المتدينين في إسرائيل يقومون بشرائهم يجب أن نلتفت إلى هذه الأمور بالنسبة لنتنياهو خزينة الدولة مفتوحة لهؤلاء وبالتالي حتى النقاش الآن على موضوع قانون التجنيد سيصل إلى صيغة معينة وبعد ذلك يقوم بشرائهم زيادة ألف شكل لكل طالب معهد ديني زيادة الأحياء لليهود الحردين في العديد من المدن مخططات لإقامة أحياء جديدة تسهيلات اقتصادية يمكن بعد ذلك أن يتم التوافق فجأة على قانون يرتبط أيضا بالخدمة العسكرية المهم بالنسبة لهم المصادر المالية التمويل الذي لا يتوقف إيجاد حل خاصة في البعد الأحياء السكنية الضائقة الموجودة هناك وأيضا السيطرة على زمام الأمور في أي حكومة إذا كانت هذه الحكومة وحكومات سابقة وبالتالي التهديد والتلويح بحل الحكومة أعتقد بعيد وبعيد جدا ودائما الحل بالنسبة لهم هو من يدفع أكثر يحصل على ولائهم لكن وسط أن الأزمة مستمرة والأزمة متعاظمة أستاذ أمير الأحزاب الحريدية الوزراء اليمينيون المتطرفون في إسرائيل يستغلون كل شيء يحدث ميدانيا حتى التغيرات في الخارطة السياسية الإسرائيلية التجاذبات نوعا ما يستغلون غبار هذه الأزمة لتحقيق ربما مكاسب معينة سياسات معينة سموتريتش يدرس بشكل جدي تحويل مئات ملايين الشواقل للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة نعم يعني أحزاب الحريدية تخاف أو قلقة جدا من انجذاب جمهور منها خاصة الشبابي إلى اتجاه الصهيونية الدينية نعم وهذا بخلاف عقدتهم وهذه أحد الأزمات التي يعانون منها لكن ما يحدث الآن أنه في السياسة العامة هو تأكيد أنه التشريعات القانونية والتغييرات القانونية وما يسمى الانقلاب أو الإصلاحات كلما حسب تعبيره هي ليست الهدف هي الإطار الذي يريد أن يعمل به هذا الحزب أو ذاك الحزب مشروع الصهيونية الدينية حين رأت أنه خاصة نوتريتش وهو الأكثر دهاءا والأكثر عمليا نفوذا في الحكومة الذي يؤكد أنه حين لم تسير يعني وطيرة الإصلاحات أو التغييرات القانونية كما أراد أو كما أراد نتنياهو والإتلاف الحاكم فهناك جدوى الأعمال ويريد أن ينفذه وهو يسارع في ذلك وهناك تسارع في عمليا دور لهذه الأحزاب في مشروعها الأساسي في مشروع الضم ضم المقصود مناطق سي يعني أقول مناطق جيم زرعها في البؤر الاستيطاني إضافة لقوننة البؤر الاستيطاني القائمة حاليا وتحويل يعني 700 مليون شكل اللي هي مبلغ هائل يعني بهاي السهولة إنه وزير فقط يقوم بذلك وليس يعني بقرار يعني قانوني أو حكومي بمسبق ومن أجل تعزيز الاستيطان في هذه المناطق عمليا تحويل هذه المناطق جيم إلى مناطق تحت سيادة إسرائيلية أكثر مما هي اليوم هي اليوم أيضا تحت سيادة إسرائيلية فيها حضور فلسطيني لكن تهدد الوجود الفلسطيني في هذه المناطق لأول مرة بشكل أنه يقوم عمليا في تطبيق الجدول أعماله الحقيقي الذي كان يعني يتسر ترويه من خلال الإصلاحات القانونية حتى هو أن سموتش استعمل لجمهوره هاجموا بعض الحرخمات أنه عمليا يجب أن نعمل بدهاء استعمل مصطلح دهاء ومصطلح دهاء غير موجود في السياسة إلا حسب حاكم هذا يمكن المعارضة أحيانا تناور لكن الدهاء فعليا أنه عمليا يريد أن يشرعن أنه لديه مشروع واضح المعالم ولديه هدف واضح المعالم يريد أن يصل إليه بأسرع وقت ممكن لأن هذه الفرصة قد لا تتكرر قد تصل وهذه نقطة غاية في الأهمية لكن الأمر لا يقتصر على الأراضي الفلسطينية المحتلة وإنما أيضا في الأجهزة الإسرائيلية الداخلية يعني أستاذ أمير قال قبل بدء تصوير هذه الحلقة أنه اليوم هناك تغلغل لهذه الأحزاب الحاكمة لحلفاء هذه الأحزاب أيضا كذلك الأمر في المؤسسات الإسرائيلية على سبيل المثال القضاء المحاكم في إسرائيل هم لا ينتظرون تشريع معين اليوم يصدر من الكنيسة الإسرائيل ليحققوا ما يريدون ولكن هم يتغلغلون شيء فشيء ويشترون الوقت كذلك لتحقيق هذه المكاسب أليس كذلك؟ أعتقد هي المصطلح الأصح أمير ليس أنهم تغلغلوا الآن هم ينفذوا سياسات بمعنى عندما نقول مثلا منظمة زي كوهيلت هي تعمل منذ سنوات على أداد خطط عمل بعد ذلك أنت تضمن تمثيل في العديد من المؤسسات التي تؤثر على القرار السياسي وعلى القرار الاستراتيجي نبدأ بالعسكر نصل إلى الأمين نصل إلى أمور عديدة وانتبه إذا كانت هناك بعض المساحات التي شعروا أنهم لم يصلوا إليها حتى على مستوى لجان تخطيط وتنظيم محلية بمفهوم أن هناك وظائف مثلا نحن لا نسمع عنها لمراقب في لجنة محلية هي تحدد مثلا أن تصوت على خارطة هيكلية مفصلة لقرية عربية وهناك دائما وجود لممثل مثل وزيرة الاستطان أوريت ستروك لها ممثل في هذه اللجان ويا لجان تبدو صغيرة يصلون إلى دوائر صغيرة جدا حتى نتعامل معها بالبعد الإخباري وكأنها أخبار محلية تجد ممثل هذه الوزارة أو تلك يجلس هناك انظر ما الذي يحدث الآن مع السلطات المحلية العربية 200 مليون شيكل بالنسبة لميزانية دولة مثل إسرائيل أعتقد واستمعنا لأستاذ أمير قال 700 مليون بجرة ألم يعني الآن 200 مليون شيكل هم الذين سيقفون وزارة المالية ويعملون كل هذه الأزمة ولكن واضح أن سموتريش دخل بالتفاصيل في كل سلطة محلية من هو رئيس السلطة المحلية لأين تصل إلى هذه الأموال وهذا من خلال ليس فقط على مستوى الوزارات هناك جمعيات نحن نسميها مجتمع مدني هناك مراكز أبحاث تعمل منذ سنوات وبالتالي أن نقول الآن وأنا هذه القضية تزعجني جدا وكأنه اكتشفنا الآن أنه في يمين متطرف في إسرائيل هذا اليمين موجود ولكن كان مغطى بشكل أو بآخر أو غطوا عليه بما في ذلك اليسار الصهيوني وعندما بدأ الآن يكشر ويعني تظهر أنيابه فجأة نشعر بحالة من الخوف والذهو لا هذه الأمور لم تبدأ خلال ستة أشهر لا تستطيع أي حكومة أي وزارة أن تنفذ هذه الأمور هناك قضية مهمة موضوع الخطة القضائية بما أنه لم يكن استعداد بالبعد السياسي قبل ذلك لم تخرج إلى حيز التنفيذ ولكن كل هذه الخطط أمير كانت مكتوبة من كهيلة ومن غيرها موجودة خطة عمل من راجع البلوثائق والملفات لم يبدأ شيء فقط مع الانتخابات أيالة شاكيت نفذ جزء منها نعم أيالة شاكيت سياسيتها لأن إسأل رؤساء السلطات المحلية هي ليست أقل خطورة من إسماعات الإنشاء وفقط المعسكر اليسار أو اليسار المركز في إسرائيل الآن فقط بدأ يفكر في إقامة مراكز أبحاث وإيالة شاكيت على فكرة عينت قضاء محافظين في المحكمة العليا ولكن بهدوء بدون ضجة تذهب وسنؤفذ بهدوء 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 وهي نفذت نفس السياسات ولكن اختلفت هنا الطريقة وكما يبدو الشعور بنشوة النصر لدى نتنياهو حلفاء تحديدا وبالتالي نصل إلى ما وصلنا إليه الآن بن يمين نتنياهو أعرب عن أنه بصدد ربما إعداد مقترح على الأطراف السياسية وعلى الرئيس الإسرائيلي تسحا كارتسوك يقتضي هذا المقترح أن يتم تعليق التشريعات المتعلقة بالجهاز القضائي لمدة عام بأي عين ترى أستاذ أمير مخهول هذه المناورة؟ يعني التنياهو رجل المناورات ولا يمكن أن يكون إلى تصريحاته أيضا كان تصريحات من قبل في توصل لنوع من الصيغة مع رئيس الدولة مع هيرتسوك وما إلى ذلك قبل تشريع قانون المعقولية بنج المعقولية لكن تم تشريعا ونتنياهو عمليا يبقي الأمور حتى اللحظة الأخيرة ليحسن بها نوياه ليبين نوياه فيها ولا يمكن أن يؤتمر بذلك الأزمة الإسرائيلية أعمق من أنه باتت أعمق من أنه تحل فيه يعني من صيغة لكن في حال تم قبول مقترح من هذا النوع وتم إدفاء الشرعية عليه بموافقة الرئيس الإسرائيلي لمصلحة من؟ أعتقد من الصعب وقف العربة اليوم يعني وقف المشروع هذا ككل من الصعب لأنه بات صداميا بشكل مباشر إما نحن أو أنتم يعني بهذا المفهوم تصير الأمور وهذا يصيرها خطيرة من حيث حل الصراعات يعني طبعا بمفهوم حلها لكن حتى اليوم نفرض أنه كانت هناك نوايا عند غانس أو لابيد أن ينضموا لحكومة وحدة قومية حركة الاحتجاج تعارض ذلك وهناك ضغوطات خارجية ومعناك ضغوطات داخلية بهذا الاتجاه لكن الأمور لم تعد فقط بين نتنياهو والمعارضة نتنياهو ليس هو من يقود عمليا وحده الاتلاف هناك عدة مواقع قوة في داخل الاتلاف منها الصيونية الدينية منها ليفينو منها التيار عقائدي لكن واضح أن نتنياهو لا أمحال له حتى يحكم لا أمحال لهذا التيار الأكثر يعني إقصاء أو أكثر تطرفا وبعملية تحول نتنياهو إلى رهينة سياساته لا يستطيع أن يتحضر منها بالمدى المعقول وليس مؤكد أنه ستبقى الحكومة يتحضر منها أستاذ جاكي خوري أشرت في بداية الملف إلى مسألة ميزان القوى في الخارطة السياسية الإسرائيلية وأنه ليس لصالح الأحزاب الحريدية والأحزاب الموجودة اليوم في سدة الحكم الإسرائيلية الاستطلاع الأحدث ربما يقول أن هناك توازي وتساوي بين المعسكرين السؤال هنا لماذا وسط كل ما يحدث وسط امتلاء الشوارع بالمتظاهرين بشكل أسبوعي عدد المتظاهرين يكاد يكون لا يقل أسبوعيا حتى مع وجود الكنيسة في عطلة أو إجازة لماذا مع كل ذلك ما زال اليمين الإسرائيلي يحظى بهذه الشرعية أو الشعبية الكبيرة كيف تفسر ذلك أولا مسألة الشعبية طبعا هي قضية نسبية والسؤال من نسأل وكيف ننظر إلى استطلاعات الرأي هناك قناعة لدى حركة الاحتجاج أنه إذا ذهبنا إلى الانتخابات وهذا تظهر الاستطلاعات أن هناك تراجع كبير في قوة اليمين وأن هناك أيضا لربما تحول في التوجه بالنسبة لرأي العام في إسرائي ولكن أنت تعلم أمير دائما استطلاع الرأي يعبر عن واقع الحال في الساعة التي أجري فيها هذا الاستطلاع نتنياهو مثلا بدأ يصدر أن قبل دخول الستوديو أرسله برقية إخبارية عن إنجازاته فقط في هذا الأسبوع وهذا ما يصدر أولا موضوع الواقع الاقتصادي الصفقة التي كانت مع ألمانيا وغير ذلك من الملفات ولكن هناك جزئية مهمة قوة هذه الحكومة أمير هو بتلاسق القوى المشاركة فيها وهي تعلم أن أي تحرك نحو الذهاب إلى انتخابات ستخسر القاعدة الانتخابية أو ستخسر الأغلبية في الكنيسة وعليه هذا الموضوع واضح أنه يشكل ضغط وضغط كبير عليهم حتى يحافظوا على تماسكهم بمعنى قوة الحكومة الحالية هو التخوف من خسارة الكرسي وخسارة الانتخابات القريبة وهذا قد يضعها في محور أنه ستبقى على الأقل لمدة أربع سنوات يعني أنا أراهن على ذلك لأنه انظر كل الذي يحدث الآن بعض الأصوات في الليكود متى تجرأوا وقالوا سنصوت مثلا ضد الإصلاحات فقط عندما خرجت الكنيسة لإجازتها لأنه في نهاية المطاف الحسابات هي حسابات داخلية القضية الثانية التي يجب أن نلتفت إليها أمير أنه حتى الآن رغم كل ما يحدث لا يوجد ضغط دولي كبير يعني ما احترامي للموقف الأمريكي يعبر عن قلقهم يعني أمريكا تستطيع أن تؤثر أوروبا تستطيع أن تؤثر يعني الجوانب الاقتصادية تمكن أن تلعب دور ودور كبير نحن اعتقدنا أنه أمام الاقتصاد والمؤسسة الأممية العسكرية لن يستطيع أن نتنيعون يقف فهو حتى الآن صامد أنه يشعر في مرحلة ما أنه كل هذه الضغوط الآن هي قد تكون حقيقية ولكن ليست كافية لأن يقوم بأي متغير أعتقد أنه منتصف أيلول القادم عندما تأتي القرارات من المحكمة العليا سنصل إلى لحظة الحسم وعندها سنجد قد يكون مشهد غريب يعني المحكمة العليا تلغي القرارات وهناك دعم من المؤسسة العسكرية والضغط الدولي عندها سنحاول أن نعرف أي أرنب سيخرج نتنياهو من قبعة ولهذا سوى قد تكون هذه التلوحات من رئيس الهستدروت على سبيل المثال بأن عدم نصيع الحكومة لقرارات المحكمة العليا هو سيعتبر تجاوزا لكافة الخطوط الحمراء وقد يكونون في هذا الحراك المتواصل والمستمر المعارض في إسرائيل أشكرك جزيل الشكر الأستاذ جاكي خوري مدير الأخبار في إذاعة الشمس والمقتصف الشام الإسرائيلي أستاذ أمير مخول ستبقى معنا في النقاش المقبل نحو ألفي أكاديمي أمريكي وإسرائيلي وفلسطيني وقعوا على عريضة لوسم الاحتلال الإسرائيلي بنظام الفسط العنصري العريضة أكدت وجود صلة مباشرة بين خطط إضعاف القضاء والاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية كما شملت تواقع على شخصيات أكاديمية إسرائيلية كانت ترفض في الماضي تبني مصطلحات كالاحتلال والفسط العنصري ترجمة نانسي قنقر 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 أهلا بك بروفيسور ومعك أبدأ عندما نتحدث عن عريضة من هذا النوع لاقت ربما صدى واهتمام واسع في الأسبوع المنصرم نسأل لماذا الآن ولماذا انتظر الأكاديميون حتى تحدث أزمة سياسية إسرائيلية من هذا النوع ليوقعوا على عريضة تتحدث عن الاحتلال والفصل العنصري نعم يعني عمليا كان هناك في الماضي عدد كبير من العرائد ولكن كان عدد الموقعين على هذه العرائد أعداد قليلة الشيء المفاجئ في هذه العريضة هو الأعداد الكثيرة واستعداد الكثيرين أنا أعتقد لو أنه وصلت هذه العريضة لكل الأكاديميين في العالم لكان الأعداد ستكون أكبر بكثير مما كانت عليه وأعتقد السبب الرئيسي وراء هذا التغير الكبير الذي نتحدث عنه والتوقيع على عريضة من هذا النوع هو حقيقة يعني الكشف القناع الحقيقي عن وجه إسرائيل نتيجة له قيام مثل هذه الحكومة الآن يعني يعني دعنا أقول كذلك كانت هناك مشكلة في الإعلام العربي تجاه القضية الفلسطينية وشرحها وشرح معنى كلمة احتلال ومعنى جريمة احتلال في واقع الحال والآن الأمور تكشفت يعني حينما كنا نقول جميعاً ومن على من رصتكم المحترمة أن هذا النظام بالنسبة لإسرائيل والإسرائيلية نظام عنصري بامتياز وكنا نشرح يعني بلغتنا العربية أو بلغات أخرى ما معنى العنصرية بهذا النوع وما معنى الأمور تفايدة التي تمارسها إسرائيل تجاه مواطنية في الداخل وما بالك بجريمة الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة فكانت الأمر يعني غير مفكوم مئة في المئة لأن إسرائيل كانت نسوق نفسها واستطاعت ونجحت أن تسوق نفسها خلال عقود كثيرة من الزمن بينها ديمقراطية ودولة ديمقراطية لا يمكن أن تكون يعني بهذه العنصرية الشنع البشعة التي تمارسها في حياتنا اليومية الآن الحكومة الحالية ووجوه العنصرية التي انكشفت فيها يعني أزيلت الأقنع عن وجه المجتمع الصهيوني والحكومة الإسرائيلية والاحتلال بمعناه الكامل أقنع الكثير من الأكاديميين في العالم وهي الأكاديميين بأن ما يسمى ديمقراطية إسرائيلية هي ديمقراطية زائفة في واقع الحال وهي ديمقراطية عنصرية أن هذه الديمقراطية حقيقة ترطي حقوقاً كاملة وحتى كثيرة جداً نسبة لما يحصل عليه العرب لليهود بمعنى أنه في هناك مجموعة من السكان تفضلها الديمقراطية الإسرائيلية عن مجموعة أخرى وهذا ما يسمى بالنظام العنصري وله تسميات كثيرة وأحد التسميات المتعرف عليها والمعروفة والتي تؤثر في أدهان الناس وهي أن هذه الديمقراطية تسمى عملياً ديمقراطية أبرتهايد والنظام الأبرتهايد تم محاربته في العالم كله وإذا نجحنا نحن الفلسطينيين والعرب واليساريين والتقدميين اليهود في العالم أن يستمروا بشرح هذه الرسالة للعالم وأن الأبرتهايد يجب القضاء عليه يجب محاربته عندها أعتقد أن هذا الأمر ممكن أن يتراكم ما حصل الآن وأن نبني عليه مستقبلاً يعني من أجل أن يكون هناك أعداد أكبر وأكبر من الأكاديميين في العالم تنضم للموقف الفلسطيني وللعدالة يعني هنا في عدالة واضحة أنه في قضية عادلة وهذه القضية العادلة قد ظلمت وها هو الآن الوقت المناسب لرفع المظلومية عن الشعب الواقع تحت الاحتلال الأسرائيلي نعم بروفيسور سنتحدث وإياك عن مسألة الوقت المناسب واستغلال الوقت من قبل هؤلاء الأكاديميين لكن اسمح لي بالانتقال إلى الأستاذ أمير مخول أستاذي عندما نقرأ ما بين سطور عريضة من هذا النوع يوقع عليها من بين الأكاديميين طبعاً أكاديميين أو أكاديميون إسرائيليون ويصفون كل ما يتعلق بنظام الفصل العنصري بأنه بات يشكل لحظة فاصلة هل ذلك ينبع من الخوف على صورة إسرائيل أمام العالم أم قلقاً ربما على الحق الفلسطيني على حق الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال ينبع من عدة مشارب طبعاً ينبع من هذا وذاك كما ذكرت وينبع لكن أقل ينبع من الخوف على الشعب الفلسطيني وهذه يعني طبعاً خطبة مباركة بكل شكل ومهمة وضرورية وفي نزع الشرعية السياسة الإسرائيلية وفي تحطيم البني أو التظاهرة الديمقراطية الإسرائيلية أو الحقوقية الإنسانية الإسرائيلية طبعاً هناك تحول كبير في السياسات الإسرائيلية في الأزمة الإسرائيلية في كل شيء إلا بالموضوع الفلسطيني هو استمرار هو استمرار لما كان أو تعظم سياسات الاحتلال حتى طبعاً سياسات الاحتلال دائماً بهذا الشكل حتى قبل الاحتلال 67 عملياً وليس فقط بعد 67 السياسة العنصرية الإسرائيلية هي مزروعة عميقاً في المشروع الصهيوني في فلسطين مشروع استعماري السيطاني في فلسطين تاريخياً وهذا ما يعني ينتج عنه كل السياسات وإنعكسات المختلفة طبعاً بطيارات مختلفة داخل المشروع الصهيوني لكن هناك إجماع في رفض حل عادي للقضية الفلسطينية هذا الصوت اللي يخرج الآن مهم بهذا المفهوم مفهوم الإنصاف نوعاً ما مع أنه تقريب فيه إقلال من الإنصاف لأنه يتحدث عن إسرائيل كواقع استعمار عنصري أو فصل عنصري لكن هناك حاجة أن هذه الأصوات تتحول وهذا يمكن المرحلة القادمة إلى حركة تضامن مع الشعب الفلسطيني وهذا يختلف يعني هنا تكون حركة لوصف إسرائيل كواقع استعماري أو واقع أبرتايد أنا لست من مروجي خطاب الأبرتايد شخصياً لكن حريبي أن أعترف بذلك لأن الصهيونية أكثر من موضوع الأبرتايد والاحتلال أبشع من الأبرتايد لكن هناك حاجة أنه يتحول لحركة تضامن تضامن بمفهوم أن التأثير على حكومات العالم لتعيد النظر في موقفها أو تعزز موقفها من اخترام حقوق الشعب الفلسطيني وهذا غير موجود القضية ليست في تغيير إسرائيل وإنما في تغيير السياسات تجاه الشعب الفلسطيني وبالذات السياسات الأمريكية التي نسمعها اليوم والأوروبية التي تتمحور في التصريح وليس في التنفيذ وليس في اتخاذ أي إجراءات أو خطوات عقوبية وهذا قد يكون ما قصده بروفيسور يزبك عندما تحدث عن التوقيت وانتهاز الفرصة بروفيسور هنا أسأل فعلا وربما أزيد من التساؤل لأن هذه نقطة كذلك بدأنا الحديث عنها في العديد من برامجنا معك مسألة انتهاز الفرصة هل هو بسبب المعارضة الأمريكية لحكومة بن يمين تينياهو حتى في اللوبيهات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية لحكومة بن يمين تينياهو حتى وصل الأمر حد رفض تهرب إسرائيل من العقوبات وتهربها من القوانين الدولية نعم كل هذه الظروف التي تحدثت بها هي الظروف الملائمة والمناسبة حاليا ومثل ما قلت القضية الأساسية أن الحكومة الإسرائيلية نفسها عمليا كشفت القناع عن الحركة الصهيونية ومعنى العنصري في الحركة الصهيونية يعني حينما صرح وزير المالية سموت تصيحه يعني الطبيعي بالنسبة له بالنسبة للعالم كان مفاجئا كيف يكون ذلك وزير في حكومة إسرائيلية يقول يجب حرق قرية فلسطينية هذا يعني كان كأنه مفاجئ نحن الفلسطينيون الذين نعيش في هذه البلاد نعرف هذا التصريح قبل ولم يفاجئنا بشيء لأنه نعرف طبيعة الحركة الصهيونية والحكم الإسرائيل الصهيوني المبنى على هذه العنصرية لكن العالم حينما تم تناكل هذا التصريح وشاهدوا الصور ومن ثم كان فيه اهتمام لدى مجموعات أكاديمية كبيرة معنا كلمة معنا تصريحنا هذا النوع وكيف ربط هذا التصريح الحالي في هذه الأيام بما حصل في سنوات الأربعين في أوروبا وألمانيا بالذات فأصبح فيه هناك تساؤل جديد وأصبحت فيه أرضية جديدة لفهم الواقع الإسرائيلي الذي يعيش على ويتغذى مثل ما كان الأخ أمير قبل دقيقة من خلال نظام عنصري كامل متكامل بشع جدا ولذلك الظروف الدولية الآن أصبحت ظروفا مواتية بسبب الحكومة الإسرائيلية أولا وقبل شيء وتعاظم الكوى الاحتلالية وردود فعلها وسياساتها في الضفة الغربية والتي ستؤدي في النهاية إذا ما استمرت خلال سنة أو سلتين هذه الحكومة إلى تغيير الواقع في الضفة الغربية الواقع الفلسطيني بشكل عام ومما أدى إلى أن تتنبه بعض الحكومات سأقول تتنبه بعض الحكومات لكن للأسف وأقولها بكل مرارة أن حتى الحكومات الغربية التي تريد أن تتنبه من ثم تكف وتقول ولكن هناك أنظمة عربية تكون بالطبع مع إسرائيل معنى ذلك أن هذه الأنظمة العربية التي تطبع مع إسرائيل هي طردة راضية عما يحصل في الأرض المحتلة ولذلك أصبح هناك مشكلة داء الفلسطينية أو مشكلة من يكون بالإعلام للقضية الفلسطينية أنه يواجه واقع عربي مرير جداً الذي يضرب ويطعن عملياً القضية الفلسطينية فيه ليس في خاصرتها إنما في وجهها أو في قلبها أمام العالم كله ولذلك هنا القضية مركبة تركيباً كبيراً والإعلامي الذي يعمل في هذه القضايا يجب أن يكون على دراية بهذا الواقع المركب المعقد بكي يدخل إلى العالم ويستطيع إقناعه لا قضية إقناع إنما طرح الصورة كما هي يعني نحن لا نطلب تغيير الصورة إنما طرحها كما هي والصورة القاتمة التي يقوم بها المجتمع الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين وخاصة في المنطقة المحتلة يعني هذه جريمة بكل معنى كلمة الجراء معنى كلمة جرم تحتلال ولذلك الحكومات خاصة في هذا الواقع الجديد بالدولة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية هو جديد بمعنى إعلامي ليس بمعنى ممارسة فالممارسة الإسرائيلية تجاه الفلسطيني ممارسة طول الوقت كانت ممارسة بشعة وشنيعة ولكن هذه فرصة عمليا سلحت بها المجتمع الإسرائيلي الذي انتخب مثل هذه الحكومة لكي يستطيع الإعلام الذي يريد أن يساند القضية الفلسطينية أن يخرج ويرفع صوته وهذه قضية تراكمية يعني بدأت العملية بهذه العريضة وقبلها بالقضايا الإعلامية بسيطة والأمل هو أن تستطيع الكوى المؤيدة للقضية الفلسطينية أن تبني عليها وتجدل أكثر وأكثر مؤيدين ليضغطوا على الحكومة الإسرائيلية ربما هذا يؤدي بعد فترة من الزمن إلى العالم يبدأ يسأل نفسه هل ممكن البقاء في القرن الواحد والعشرين في ظل أنظمة استعمارية إحلالية كولونيالية مثل هذا الاستعمار الذي تمارسه دولة إسرائيل هذا يعني واقع جديد عملية من ناحية إعلامية ومن ناحية فتح أعين العالم على الواقع الإسرائيلي وليس على الممارسات الإسرائيلية التي موجودة طول الوقت ولكن العالم لم يكن واعيا لها لأن الإعلام الإسرائيلي بصيوني كان أقوى بكثير خاصة أنه يعني الدول الغربية مثل أمريكا والدول أوروبا الغربية يعني احتضنت إسرائيل وليس فقط يعني احتضاناً إنما روجت لكذبة الديمقراطية في إسرائيل ناسية المتناسية أنه عشرين في المئة من شكان إسرائيل من خلسطينيون وحقوقهم محضومة بالكامل وهذا الهضم للحقوق وليس تغاضي عن حقوق إنما قضية ممنهجة إسرائيلية من السياسة الإسرائيلية من السياسين الإسرائيليين لإقصاء المواطن الفلسطيني عن ما يسمى بالواقع الديمقراطي في دولة إسرائيل بروفيسور نقطة غاية في الأهمية طرحتها وسأحولها إلى أستاذ أمير مخهول وهي نقطة استغلال عرائض من هذا النوع خطابات من هذا النوع وطرح من هذا النوع كالذي وقع عليه نحو ألفي أكاديمي من الولايات المتحدة إسرائيل فلسطين والعالم ككل في أي أطر في أي لبيهات في أي قطاعات من الممكن فعلا استثمار أمر من هذا النوع عريضة من هذا النوع نعم بدون شك استغلال الفرص الفرص هي هميتها في حال استغلالها وهذا المبادرة هي استغلال لهذه الفرصة وسبقتها أمنيستي انترناشنال من نظمة العفو الدولية في خطاب الأفرطايد وهي مهم حد ذاته يعني في نزع شرعية عمليا الهيمن الإسرائيلي على الفلسطينيين وهذا مهم جدا المشكلة أنه لا يوجد استغلال للفرصة فلسطينيا ولا عربيا وهذه المأساة يعني إسرائيل اليوم لحد الآن دوليا محمية أكثر من ضحاياها محمية حتى بحكومة نتنياهو اسموترش وين كبير محمية إسرائيل أكثر من ضحاياها الفلسطينيين هلوا واقعين تحت الاحتلال يعني لم يتحرك العالم من أجل إنقاذ حوارا لم يتحرك من أجل حماية دولية لم يتحرك من أجل شيء عمليا فعلي غير تصريحات وهذا مهم مهم بحد ذاته لكن لا تأتي بأي مردود فعلي العالم يتحرك عادة وهذا دادت لكل الشعوب أنه بقدر ما الشعب المضطهد الضحي يدافع عن نفسه وينوضع من أجل حقوقه وهذه الحلقة مفقودي لكن رغم هذا رغم حالة عدم وضوح المشروع الفلسطيني والانقسام الفلسطيني والانقسام العربي والتطبيع اللي تفضل فيه للأستاذ محمود هي عمليا هناك حاجة يعني أهمية كبرى استغلالة مثلا في تفعيل لجان الأمم المتحدي هذه ليست لجان خاضعة للفيتو الأمريكي الذي سيحمي إسرائيل في نهاية المطاف في الأمم المتحدي لكن لجان في مجلس حقوق الإنسان تعينت لجنة متابعة لجنة تحقيق دائمة في 2021 في أيار 2021 لمتابعة جرائم إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني في كل فلسطين وهذا لا يتحقق حاليا هناك حاجة إنه هاي الأمور يعني تعبق هناك حاجة إلى التوجه للمحاكمة الدولية رغم إنه محكمة الجنة الدولية اليوم في وضع سيء يعني في نوعية بنيتة الحالية وهذا لا يفيد كثيرا الفلسطينيين لكن هناك حاجة وأعتقد دبلوماسيا أن هناك تجربة عظيمة فلسطينيا بالذات يعني على مستوى الأمم المتحدة في العمل مقابل هيئة الأمم المتحدة يجب أن تستغل وتنظم العمل وليس كل مبادرة نتركها حتى تندثر وإنما هناك حاجة لهذه المبادرات أنه تضاف إلى رصيد لعمل تراكمي فلسطيني دبلوماسي عالمي وهذا ممكن أن يؤثر وهناك أهمية أن تستغل في داخل حركات التضامن العالمية التضامن وليس شكل واحد لكن التضامن لا ينعكس اليوم في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وهذا الناقص يعني ليس فقط في إدنيل من إسرائيل وإنما في حماية الفلسطينيين في إيصال رواية الفلسطينية أتأمل أن يكون استغلال في هذه الحركات لهذا الندياء هذا الندياء وليس فقط عريضه نعم بروفيسور يزبك في حال انتقلنا ربما من الصورة العامة الأوساط الدولية والعالمية وتعاملها ربما واللوبيهات الموجودة فيها وتعاملها مع أمر من هذا النوع إلى إسرائيل نشهد في هذه العريضة وهذا تفصيل غاية في الأهمية أن أكاديميين رفضوا أو لطالما رفضوا استخدام كلمة الفصل العنصري الأبرتهايد ووسم الاحتلال بهذه التعابير اليوم وقعوا على هذه العريضة مما ينبع ذلك وإسرائيل دولة أصلا منذ سنوات تنزح تماما نحو الأفكار اليمينية تنزح تماما نحو الأفكار المتطرفة نعم يعني أخي أمير قبل سنوات حينما كان أحد المحاضرين الإسرائيليين يحاول انتقاد الحكومة الإسرائيلية وسياساتها يعني في بعض من هؤلاء المحاضرين الذين دفعوا أثمانا باهضة جدا نعم وليس فقط يعني في عملهم إنما حتى يعني وصل إلى عمل إلى عائلاتهم وصحتهم الشخصية هذا يعني هؤلاء الناس القلائل قبل سنوات الذين يعني حقيقة نجلهم ونحترامهم يعني أنا كواحد من أبناء الشعب الفلسطيني يعني حقيقة أقدم لهم كل الاحترام والتقدير لمواقفهم السجاعة التي كانت لكن هؤلاء قدموا أنموذجا وهذا الأنموذج بدأ يتطور وهذا ما نبني عليه بالنسبة لهذا العوضة في العالم أن هذا الأنموذج الذي بدأ يتطور بدأ في الساحة الإسرائيلية في الجامعات الإسرائيلية أنا قبل سنوات حينما كنت تتلفظ لكلمة احتلال يعني كانت وكأنها كانت تكون شيء جريم من الجرائم اليوم حينما تكون في محاضرة جامعية يعني في ندوة جامعية هنا وهناك وكون هناك زملاء عديدين نعم تجد أن الأذن يعني تقبل هذا المصطلح لأنه أصبحت في هناك حركة متزائلة من قبل ما يسمى بحركات إسرائيلية تقدمية التي تسعى من أجل يعني وتستحي تخجر أن يكون هذا المجتمع الإسرائيلي ما زال يحتل شعب الآخر ويعني يعيش على حساب هذا الشعب الآخر هنا يعني هذه قضية لما قلت قضية تراكمية هو بالضبط هذا السؤال الذي سألت أحضرتك لأنه هو بدأ مع يعني مجموعة قريلة من الناس وهذه المجموعة بدأت تكثر والآن تقريبا في كل جامعة يعني هناك من يؤيد الحق الفلسطيني ويقول بشكل علني وواضح وحتى في الانتخابات يعني كان لما يصوت شخصا ما من الجامعة لواحد من أحزام غير الصهيونية الكل يستغرد كيف يكون هذا لكن اليوم أنت تجد أصدقاء وزملاء يقولون لك أن صوتت لهذا الحزب وذلك الحزب الغير الصهيوني يعني من الأحزام العربية بكل فخر واعتزاز لأنه يعتقد هو أنه في النهاي إذا أراد أن يحافظ على إسرائيل كدولة للمستقبل وعلى دولة ديمقراطية في المستقبل يجب أولا وقبل كل شيء إعطاء حقوق الآخرين وأهم قضية وهي قضية الاحتلال وأنهاء الاحتلال هي القضية الأساسية التي كل عاكل إسرائيلي أكاديمي أو غير أكاديمي يفهم أنه هذا الاحتلال سيدمر إسرائيل من داخلها تدميرا يعني داخليا لأنه لا يمكن استمرار في الظلم والاضطهاد وأنت تعيش في رغض العيش لا يمكن هذا الشيء هذا بدأ الآن يعني يفهم في المجتمع الإسرائيلي في أكسام من المجتمع الإسرائيلي خاصة المجتمع الأكاديمي وأنت تجد أكثر وأكثر أصوات حتى الآن لكن هذه الأصوات ليست كافية لكن نبني أو نتأمل يعني مستكبلا أن هذه الأصوات يصبح لها تأثير أعمق مما يؤدي إلى اتساع الدوائر التي تكبل هذا الخطاب ليغير كل الخطاب الإسرائيلي هل هذا يعني يتحقق؟ أنا يعني آمل ذلك لكن ليست يعني متفائلا جدا لأن العملية بدها نفس طويل وبدها مصابرة يعني وهذا ما ينقصنا مثل ما كان الأخ أمير قبل لحظة أنه القضية الأساسية هي تضافر الجهود العربية والفلسطينية معا من أجل الوصول إلى كل الشرايح وضمنها الشريحة الإسرائيلية اليهودية الإسرائيلية إذا ما نجحنا بذلك نعم هذا ممكن تحقيقه ويجب تحقيقه وهذا طبعا يعتمد علينا جميعا كأفراد من الشعب الفلسطيني الموجودين في هذه الدولة أنه نعمل من أجل يعني يكون لنا أكثر أنصار لقضيتنا من أجل مصلحة شعبنا وحتى بالنهاية أنا أقولها بكل وضوح يعني الاحتلال هو قضية لا تضرب فقط بشعب الفلسطيني إنما كذلك تضرب بزملاي اليهود الذين يعيشون إلى جالب في دولة إسرائيل هذا أؤمن به إيمان كامل أنه الظلم في النهاية لابد أن يطال الظالم هذه حقيقة تاريخية وانظر للتاريخ من أيام من أيام أدم وحوة حتى اليوم هذه القضية قضية الظالم لا يمكن أن يبقى ظالما إلى الأبد الظالم لا بد وأن يكفع ولذلك أنا يعني لمصلحة أصدقائي من الشعب الآخر الإسرائيلي اليهودي أنا أريد أن يعني أن يلقدوا مجتمعهم من هذا الظلم الذي هم يعيثونه هو الخراب الذي يعيثونه في مجتمعنا وحقيقة الآمل أن هذه الحلقة تتزايد وتكبر وتتسع لنستطيع عمليا أن نعيش جميعا في مكان الأفضل في المستقبل إن شاء الله بروفيسور محمود يزبك أستاذ الدراسات الفلسطينية ودراسات الشرق الأوسط في جامعة حيفا شكرا جزيلا لك كما أشكر ضيفي في الاستوديو الأستاذ أمير مخول الباحث والكاتب المختص في أشؤون السياسية الإسرائيلية على مشاركة الحوار في الملفين الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على متابعة هذا العدد من حوار الساعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة